هدفنا المقبل لن يتوقف عند أعمار المدن المحررة هذا عن الخطابات لكن للواقع أرقامه الخاصة في حجم الدمار الذي لا يزال شاهداً على البون الشاسع بين فرحة التحرير الحكومية وغصة أهالي الموصل برؤية مدينتهم مدمرة الخدمات والإعمار متطلبات لا تزال غائبة عن واقع المدينة التي استعيدت قبل عشرة أشهر لكن الملف الأخطر متى تنتشل الجثث في الموصل وما الذي يؤخر عمليات رفعها من تحت الأنقاض أسئلة يتردد صداها ولا مجيب فتحرك شباب الموصل مشكلين فرقاً تطوعية لانتشالها وهي الهبة التي كشفت عجز السلطات الحكومية ووعوداً لم تنفذ وربما كان الأخطر ترك جثث بزعم انتماء أصحابها لتنظيم الدولة وهذه تهمة قد تعرض المدينة إلى خطر انتشار الأوبئة والأمراض لم يتحمل هنا محافظ نينوى نوفل السلطان وفي أحد اللقاءة التلفزيونية تلك الحملات التطوعية التي تريد أنقاذ المدينة مهدداً باعتقال السور وفريقها لدخولهم وانتشالهم جثث من المدينة منطقة الإقليعات لحد العام بها عبوات ومستعين الفرق من ضمنهم الحشد الشعبي جاء يرفعون عبوات فأنا لو لاقيك لو لاقيك إذا تشبه التوقيف هذه منطقة خطرة إذن استاذ نوفل بغض النظر عن عملي إذا كان عملي خاطئ 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 أختي منطقة خطرة تطوق عليك عبوة يطوق عليك أكثر من 1350 جثة تقول السرور إنها انتشلتها من المدينة القديمة بالموصل وحدها في وقت تبرز إشكالات أخرى عن عائلات بأكملها لم تجد من يخبر عنها عندي سؤال إليك بما أنه ما عندي تخويل وأنا صالي ست شهر أدخل المنطقة القديمة وأشيل جثث وإحنا عددنا ثلاثين معناها تسيب أنه ست شهر يومية ثلاثين شخص يفتون والمحافظ ما عنده علم هناك سيئ تصفيق يؤكد حجم الهوى بين الشارع العراقي وحكومته وبرلمانيه عن الوقت الذي تزال منه العبوات الناسفة وجثث من الموصل وعدم انتظار صراعات سياسية في بلاد يستمد سياسيوها شرعيتهم من صلاديق اقتراع يتهمونهم أنفسهم بتزويرها أنت شينها الآليات اللي عندك اللي رفعت بيها أنا عدا أشيل الجثث اللي بالشارع أشيلها بيدي بشنو بس أنا حق لي آخر جثث شينيو شينيو اشتركوا في القناة